السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد معيكم في القناة على قد الايد مع سمسم. هنعمل النهاردة مستقعة بنحمل مفرومة. آآ حاجة بسيطة وعلى قدنا وكل الناس طبعا بيحبها. النهاردة انا معي لحمة. باقي اللحمة اللي انا كنا بنحشي بيها البطاطس تمام? متعصبة. ومعينا آآ تلات قطاعات كبار. آآ وفلفل اخضر وفلفل الوان. معنا بطاطس. متحمرة نصده حميرة كده. طرنشور. ومعينا كامون وملح وفلفل طبعا. ومعينا البتنجان اهو. احنا نقعيني من بجري. آآ حوالي ثلاث ساعة كده بسيط ملح ومية عشان يدبل معينا. تمام? ومعينا بس يطومي. دلوقتي اهو. انا آآ خطوة. هنقولك هنعمل بيه دلوقتي. وهنزل القطاع والفلفل الالواني. وهنلزم في كيس ان هم يدبلوا معي شوية. سلام? وطبعا المساقعة آآ ممكن نعمل لها صلصة. بس المساقعة لليدير اللحمة. انا دلوقتي هعمل طوق النحنة. وهرته. فانا هدبل القطاع في الخل والتون. معروف طبعا ان المساقعة بتحب الخل والتون. فا دي طريقتي. طبعا كل واحد آآ فيكو عنده طريقة ممكن يكتبها. وممكن يقول افضل طريقة طبعا احنا آآ امهاتنا والناس الكبيرة كلها. امهما طبعا رباني خليها هي اللي معلماني الطريقة. بس ما اكيد برضو هي بتعملها حسن مني. فا انا انا دلوقتي ها هو بدبل القطاع والفلفل. هعلم نارا عليهم شوية. انطبع البدنجان. البدنجان المشوي بقى يبقى بالنزاي احسن عشان نشو تيت بشارة زيت كتير. بيبقى افضل. انا بطلع البدنجان ده على مناديل بتجي تبشره بالزيت. لحد الناس. بس آآ وما بحطش اي دون فالس في الطبنج هارفت طادي. من غير زيت او حاجة وهدخل القطاع. مجرد من القطاع هتفضل. هنشيلها. وهنستعمى بعض الفكتاتين والبدنجان. بنحط البدنجان. البدنجان نزب حمره قوي. وبعدين لو هشوية نزب نقعه في حاجة. نزب حط تعليه مية على الخلق الحاجة. انا بطلع البدنجان. والقوطة زي ما وستخمر كثير. نوم سبط constitution. انا بطلع البحض. ونحمر كل ما نتشock the stock. يمنح لديه ن Bird كثير رقًا. الado姐 ت många دلوقتي بجنقل كوجيبة. كده. هبدأ اروفه. معينة الطابل انها باستغناش عنه طابل بالاكل فيه بحفة. حتى الرياض. لما بعمل ورق عينة كده بحب اعمله وفيه. هبدأ اروفه. هنزل شوية بجنجان. كده هاي. كده هاي. طبعا هي الطاصة التفال المفقود انها ما بقلبش في بالمعلقة دي. بس هي الطاصة المفروض انا اسفل الفيديو فصل. طاصة انا لسه جديدة عموما وعايز ادعمي منكم. انا لسه مبتدئة انا في الموضوع ومش عارفة ومش عارفة بقى النزام بالزبط. يدعموني بقى ودعموا القناة. واكيد كل حد فيكو عنده طريقة للأكل. واكيد احسن مني. هبدأ احط هنزل كمية من اللحمة. وعذروني عشان انا المسكة للتليفون بصوح. عشان باستاذها نور معرفيتش تمسكو. انا بصو ما بحبش عشان اسمها مسقعة انا ما بحبش ازود الايه? اللحمة فيها قوي يعني. هنحط اه شوية من البطاطس عليها كده. انا بحبش. تمام؟ و هبدأ اخط قوطة. احطة بنت قوطة عليها. تمام كده. الفلفل. طبعا القوطة والفلفل نزلوا المية بتاعتهم. انا دلوقتي اهو بدأت اه بعد ما خلصت الطماطم بدأت ارس اهو حطيت رائب فنجين. وحطيت بطاطس. وحطيت قوطة وفلفل اللي انا شوحتمي الفلطون. وهكمل بقيت الراس بتاعي. اه? وحطيت اللحمة المخفومة. طبعا المناديل عشان تشرب الزيت. التوابل طبعا خطيتها مع الطماطم والفلفل. وانا بديهم تشويحة كده بسيطة. هكمل بسيطة. بسيطة. ايه? الفلفل بتاعي بقى طماط مع الوش كده. اعتبر كل حاجة عندي مثلوية. يعني هي هتاخد بس آآ وش. هي هتاخد وش خطفور. كده. ده كده شكل الطوغن. هو انا جوات اساسا من شكله. هايزيني بس كده خلص الساقير او عصر بالاية. اله با يبدأ ياخد الشكل. با يبدأ يغلي مع بعضه في فرن. هنطوم تغير طرن في فرن. وين هدي هعليه في الطاق اللي يغلي مع بعضه. وبعدين هنتشيل اله الورق الحريري من عليه. عشان خطر يبدأ ياخد معانا لون. هتلاعونا الفرن. وهحمر البطاطس. وهرجع لكم ده. ورجعت لكم تاني. جامزر الطوغن. بعد ما استوى. رحتو تحفظي الدن. مش هادر اقدمكو. يمكن اول مرة يطلع حلو كده. آآ ده شكله بعد ما استوى. وبحمل البطاطس هو. تمام? هخلصت احميل البطاطس. وهنخط ده في البقاء. وهو ريكو. احنا عوصلنا بايه. بسه. ننزلو. بسه طبعا من الفرن. طبعا مولع. يعني شكله جميل جدا. ورحتو احلى. زي ممكن الاضاءة ما تبدأش كويسة. طبعا هو احنا ما عندناش امكانيات التصوير والديكور والكلام ده. وبعدين احنا على قد الايد. يعني كل واحد على قده. وآآ اظن البيوت كلها كده. مش كله عنده اضاءة كويسة. وعنده امكانيات في المطبخ. وكل حاجة عنده بديدة. ما فيش حد كده. احنا طبعا كل حاجة مستهلكة عندنا. واحنا بنعمل الاكل زي ما بنعمل في البيت بالزبط. فده منظره. هخلص تحميل البطاطس. وهطلحها. وهحط في طبق التأذيب. وهارجع لكم زينا. رجعت لكم تاني هو. البطاطس همرنوها وده الشكل بتاع المستقعة. تمام? بنعمل حاجة على القد عشان في الصيف والحر ده بنبقى محتاجين تغيير كل يوم. مش بنقدر نكون الاكلين المريضين او كده يعني اللي مبيت بقى برضو بنفتر بيه ممكن. مستقعة عادي يعني. فده كان الطبق بتاع النهارتة. يارب بيكون عجبكم. ندعم بقى القناة بلايش وشير. واشوف واستنى تعليقاتكم برضو. شكرا لكم.